وحكاية كل موسم وحكاية سوء الإدارة دائماً أقولها والله سوء الإدارة من الكاف دائماً لتحادل أفريكي لكرة القدم سوء إدارة مش طبيعية في موضوع المواعيد يعني بص أنا أقول لك حاجة بصراحة بأمانة يعني إحنا ساعد نقعد ننتقد ونهاجم الكابتن عامر حسين ولجنة المسابقات ونقعد كله أحبا يقول اللي يقوله في المواعيد وتفاصيلها وكل الكلام ده الراجل اللي شغال في الكاف ده يعني بص ما ينفعش يشتغلها ما ينفعش يجيها خالص عنده مشاكل كبيرة جد هم اللي عارفين ينصكوا مواعيد ولا ملاعب ولا عارفين ينصكوا مع الاتحاد دولة الكرة القدم يعني أنا أحكي لك حكاية دلوقتي تفهم بيها أن في مشكلة كبيرة قد تواجه النادي الأهلي بسبب تضارب بين المواعيد في دوري أبطال أفريقيا وأيضاً في بطولة الانتر كونتيننتر وروني يا شاب الاتحاد الأفريقية الكرة القدم اللي هو الكاف حدد موعد إقامة الجولة السادسة ركز معي الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الفترة من كامل كامل من 13 ل 15 ديسمبر ماشي بس الاتحاد الدولي الكرة القدم هو كمان حدد موعد المباراة الفصلة في كأس الانتر كونتيننتل بين المتأهل من المرحلة الأولى والمتأهل من المرحلة التانية يوم 14 ديسمبر فكهوني كده للتاريخ اللي فات كان إيمة يا جماعة رجعوا للقبلها ده 14 ديسمبر اللي هالا يلعب فيها غالبا اللي قبلها كانت كام اللي قبلها كانت من 13 ل 15 يعني تايبها نفس الموعد يعني المفهود الأهل هيبقى عنده ماتش في دور الأبطال الأفريقية وعنده ماتش في الانتر كونتيننتل طيب المباراة النهائية الكاس الانتر كونتيننتل هتقام يوم 18 ديسمبر وبالتالي تأهل الأهل إلى الدور الفاصل من البطولة المستحدثة من كانب فيفا أو تأهله إلى الدور النهائي يعني تأجيل مباراةه في الجولة السادسة من دور المجمعات لدور أبطال الأفريقية إيه اللي لو جيبها إيه الكاف قال لك والله ما مأجل فاهم انت ليه أصلا تحط مواعيد متضربة كده ما انت عارف إن عندك بطل أفريقيا بيشارك في البطولة ما هي منطق يعني النادي الأهلي بطل أفريقيا وهيشارك في بطولة الانتر كونتيننتل وبالتالي كونك إن انت بتحط المواعيد بالشكل ده يبقى عندك مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طيب